أعلن حزب الله اللبناني قيامه بإطلاق صاروخ باليستية من طراز قادر واحد استدفى مقر للموساد الإسرائيلي قرب تل أبيب وأوضح حزب الله في بيان له أن هذا المقر هو المسؤول عن اغتيال القادة وعن تفجير البيتجرز وأجهزة اللسلكي في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ سطح سطح بعد رصده قادما من لبنان كما دوت صفيرات الإنذار في عدة مناطق بوسط إسرائيل بما في ذلك مدينة نتانيا